اشتركوا في القناة طيب الفترة الاولى المقاومة الشعبية المسلحة ما بين 1830-1919 مرحلة الاحتلال الفرنسي للجزائر مرحلة الحصار البحري ما بين 1827-1830 لاضعاف الجزائر وضمان عدم تلقيها لأي مساعدة من الدولة العثمانية مرحلة الهجوم وسقوط العاصمة في 1830 وسقطت فيها العاصمة واستلامت داي حسين مرحلة التوسع نحو المناطق الداخلية والصحراوية وعرفت مدة طويلة بسبب مقاومة السكان والتضاريس اثنين أسباب الاحتلال الفرنسي للجزائر أسباب مباشرة وهي الأسباب الغير الحقيقية حدثت المروحة هدم الحصون الفرنسية اتهام الجزائر بالقر الصنع أسباب الغير المباشرة وهي الأسباب الحقيقية استغلال الثروات معركة نافارين الحقد الديني توجه الرأي العام نحو الخارج نتائج الاحتلال القضاء على العثمانيين تطبيق السياسة الاستعمارية اندلاع المقاومة الشعبية المسلح السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر هي القوانين التي تطبقتها فرنسا في الجزائر منها سياسة الإدماج مرسوم الجزائر الفرنسية ومنح الجنسية الفرنسية لليهود كريميو سياسة الاستطاع بتشجيع هجرة الأوروبيين للجزائر وذلك بعدة قوانين مثل قانون الأهالي سياسة مصادرة الأراضي انتزاع الأراضي من الجزائريين باسم المصلحة العامة ومنحها للمعمرين سياسة التنصير أي نشر المسيحية بتحويل المساجد إلى كنائس سياسة الفرنسة فرنسا نشر الفرنسية محل العربية باعتبار اللغة الفرنسية لغة رسمية التنظيم الإداري تقدسيم الجزائر إلى ثلاث ولايات قسنطينة والجزائر ووهران واعتبار الجزائر فرنسية التنظيم العسكري التجنيد الإجباري 1912 والإبادة الجماعية والأرض المحروقة المقاومات الشعبية المسلحة في الغرب الأمير عبدالقادر ما بين 1832 و 1847 الإمتداد الجغرافي من الغرب إلى الوسط الشرق أحمد باي ما بين 1832 إلى غاية 1848 ظلت في الشرق فقط الزعاتشة الشيخ بوزيان في 1848 في بسكرة القبائل فاطمان سومر في 1851 القبائل المقراني ما بين 1871 1872 سطيفو باتنا بوعماما الشيخ بوعماما 1881 في عين الصفراوس عيدا الطوارق الشيخ آمود 1919 في الجنوب أسباب فشل المقاومات الشعبية عدم التنسيق بين قادتها التفوق الجيش الفرنسي عسكريا وعتادا قلت الخبرة العسكرية لقادة المقاومات الشعبية غياب الدعم الخارجي لها تباعد الزماني والمكاني اتباعها لأسلوب الحرب المكشوفة المرحلة الثانية المقاومات السياسية الحركة الوطنية ما بين 1919 1953 تعريف الحركة الوطنية هي مقاومة الاستعمار بطرق سلمية كالجرائد والمجلات والأحزاب والنوادي والجمعيات المقاومات السياسية أسباب ظهورها داخليا فشل المقاومات الشعبية واستمرار السياسة الاستعمارية خارجيا عادت المهاجرين الجزائرين ظهور حركة الإصلاح الديني في المشرق الإسلامي اتجاهات الحركة الوطنية ما بين 1919 1939 المساواة الأمير خالد الحزب والتأسيس الإخاء الجزائري 1919 المطلب المساواة بين الفرنسيين والجزائريين طيب الاستقلال مصال الحاج نجم الشمال الإفريقي في 1926 حزب الشعب الجزائري 11 مارس 1937 المطلب الاستقلال التام للجزائر الإدماج فرحات عباس في ديرالية المنتخبين الجزائريين في 1927 المطلب الإدماج من خلال التجنيس والمساواة الإصلاح عبد الحميد بن مباديس جمعية علماء المسلمين الجزائريين في 5 ماي 1931 إصلاح المجتمع بنشر الدين والعربية ورفض الإدماج والتجنيس الشيوعي عمار أوزقان الحزب الشيوعي 1936 مطالب اجتماعي وبقاء فرنسا في الجزائر طيب الحركة الوطنية ما بين 1939 1945 نشط الحركة الوطنية قامت مجموعة من الزعماء بقيادة فرحات عباس بكتابة بيان 10 فيفري 1943 مطالبين فيه بإيدانة الاستعمار ومنح دستور خاص للجزائر وقدموه للحلفاء بالجزائر الذين رفضوه فأسسوا حركة أحباب البيان والحرية في 4 مارس 1944 الإجراءات الاستعمارية حل الأحزاب السياسية النفي والمصادرات الصحف بالإضافة إلى مجازر 8 ماي 1945 التي شهدتها خاصة نصطيف قال ما خراطة ونتج عنها مقتل 45 ألف شهيد وتدمير العديد من القرى والأريف بالإضافة إلى آلاف الأرامل واليتامة من هنا اقتنع الجزائريون أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وهذا ما جعل الاستعمار يسمح بعودة النشاط السياسي من جديد في 16 مارس 1945 اللي هو العفو الشامل الحركة الوطنية ما بين 1945 و 1953 الاستقلال مصال الحاج حركة الانتصار الحرية الديمقراطية في 1945 المطلب الاستقلال التام الإدماج فرحات عباس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 1946 إقامة جمهورية جزائرية مرتبطة بفرنسا الإصلاح البشير الإبراهيمي جمعية علماء المسلمين الجزائرين 1947 إصلاح المجتمع بنشر الدين والعربية ورفض الإدماج والتجنيس الشيوعي عمار أوزغان الحزب الشيوعي 1947 مطالب اجتماعية وبقاء فرنسا في الجزائر في 1947 أسس الاستقلاليون المنظمة الخاصة أو أس هدفها تدريب الشباب وجمع السلاح للقيام بثورة لكن الاستعمار الفرنسي اكتشفها في 1953 حدثت أزمة حركة الانتصار الحريات الديمقراطية بانقسامها إلى قسمين متنازعين على الزعامة هما الميصاليون أنصار ميصال الحاج والمركزيون أنصار اللجنة المركزية وقد حاول أعضاء المنظمة خاصة السابقون للإصلاح بينهما لكنهم فشلوا فصمموا على مواصلة النضال بتأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل الفترة الثالثة الثورة التحريرية من 1954 إلى 1962 تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل تأسد في 23 مارس 1954 بمبادرة من قدماء المنظمة الخاصة وبعض المركزيين بهدف توحيد الحزب لكنهم فشلوا فصمموا فصمموا على الإعداد للعمل المسلح اجتماع لجنة 22 قام بـ 22 مناظل بمنزل إلياس دريش بالعاصمة لدراسة أزمة وتقييم أعمال المنظمة الخاصة السابقة ومن نتائجه تعيين لجنة ستة في الداخل مصطفى بن بولعيد رابح بيطاد العربي بن مهيدي كريم بن قاسم ديدوش مراد ومحمد بوظيف وثلاث أعضاء في الخارج أحمد بن بله محمد خيضر وحسين آيتحمد اجتماع لجنة لجنة ستة أعضاء في أكتوبر 1954 تقرر في تجديد يوم اندلاع الثورة 1 نوفمبر 1954 وتسمية جبهة التحرير الوطني الجناح السياسي والجيش التحرير الوطني الجناح العسكري بعد تقسيم الجزائر إلى خمسة مناطق عسكرية الأوراس الشمال القسنطيني القبائل الجزائر ووهران أسباب اندلاع الثورة داخليا فشل المقاومة السياسية في تحقيق الاستقلال مجازر ثماني يامن وأزمة حركة ألف حائدل خارجيا انهزام فرنسا في دان بيانفو اندلاع الثورة في تونس والمغرب انتشار حركة التحرر مراحل الثورة التحريرية المرحلة الأولى الانطلاق ما بين 1954 و 1956 واجهت الثورة خلاله عدة صعوبات منها صعوبة إقناع الشعب الجزائري مؤتمر باندوغ انتصار سياسي في 24 أفريل 1955 درست فيه القضية الجزائرية وسجلت في هيئة الأمم المتحدة هجومات الشمال القسنطيني انتصار عسكري في 20 أود 1955 تعتبر أول نوفمبر ثاني بقيادة زيغود يوسف نتج عنه فك الحصار عن المنطقة وتأكيد شعبية الثورة وانتشار العصيان في الجيش الفرنسي مرحلة ثانية التنظيم والشمولية 1956 إلى غاية 1958 عرفت انعقاد مؤتمر الصمام 20 أود 1956 بقرية إيفري بيبجايا بهدف تقييم الفترة السابقة وتحذير المرحلة القادمة نتج عنه المرحلة الثالثة الحرب الإبادة ما بين 1958 و 1960 عرفت وصول ديغول للحكم وقد طبق مجموعة من المخططات وموريس على الحدود الشرقية والغربية والتجارب النووية بصحراء مخططات اقتصادية واجتماعية مشروع قسنطينة فيه بناء المستشفيات والمدارس وتوزيع السكانات والأراضي تأسيس الحكومة المؤقتة في 19 ثمبر 1958 بقيادة فرحات عباس المرحلة الرابعة المفاوضات في الاستقلال ما بين 1960 و 1962 ولقد دخل الطرفين في مفاوضات أسباب المفاوضات فشل فرنسا في القضاء على الثورة سياسيا وعسكريا وارتفاع تكلفة ونافقات الثورة واكتساب الثورة تأييد دولي مع التفاف الشعب حولها وقيامها بإضرابات ومظاهرات 11 ديسمبر 1960 نقاط الخلاف الوفد الفرنسي الحكم الذاتي فصل الصحراء تجزئت الجزائر عرقيا الهدنة الطاولة المستديرة في النسبة للوفد الجزائري السياسة الكاملة وحدة التراب الجزائري وحدة الشعب الجزائري وقف إطلاق النار جبهة التحرير الوطني الممثل الشرعي للشعب مفاوضات إيفيان الثانية من 7 إلى 18 مارس 1962 أهم بنود اتفاقية إيفيان الثانية وقف إطلاق النار ابتداء من 11 مارس 1962 تحديد يوم لتنظيم الاستفتاء وحدة جويلية 1962 التعاون الثقافي والاقتصادي والمالي بين الدولتين الإبقاء على المرسى الكبير حتى تصروا فرنسا 15 سنة الاستقلال ثم إجراء الاستفتاء على الاستقلال يوم 1 جويلية 1962 وصوت بـ 97% بنعم للاستقلال فحدد يوم 5 جويلية 1962 كيوم الاستقلال للجزائر لمحول هزيمة جزائرية في 5 جويلية 1930 طيبا بعض التواريخ المهمة اللي لابد أن التلميذي يحفظها 29 أفريل 1827 حدثت المرواحة 20 أكتوبر 1827 تحطم الأسطول البحري الجزائري في معركة نافارين 5 جويلية 1830 توقيع على معاهدة الاستسلام بين الدي حسين ودي بورمون 27 نوفمبر 1832 مبيعة الأمير عبدالقادر على الجهاد والمقاومة الاستعمارية 27 نوفمبر 1832 مبيعة الأمير عبدالقادر على الجهاد والمقاومة الاستعمارية 22 جويل 1834 إصدار مرسوم يعتبر فيه الجزائر جزء من الممتلكات الفرنسية نوفمبر 1836 التصدي للحملة الفرنسية الأولى على قسنطينة بقيادة أحمد باي 1837 معاهدة التافنة 4 مارس 1848 إصدار مرسوم يعتبر فيه الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا 1849 ثورة واحدة الزعات شاب بالسكرة 1871 إطلاق ثورات المقراني والشيخ الحداد 1880 انطلاق المقاومة الشيخ بوعمامه في الجنوب الغربي 3 فيفري 1912 صدور مرسوم التجنيد الإجباري 4 فيفري 1913 صدور قانون فيفري لمنح بعض الجزائريين بعض الحقوق 5 ماي 1931 تأسيس جمعية علماء المسلمين 7 جوان 1936 إنعيقاد المؤتمر الإسلامي 11 مارس 1937 تأسيس حزب الشعب الجزائري 10 فيفري 1942 صدور البيانة الجزائري 8 ماي 1945 مظاهرات ومجازر 10 نوفمبر 1946 تأسيس حركة انتصار الحريات الديمقراطية 15 فيفري 1947 إنشاء المنظمة الخاصة السرية 20 سمتمبر 1947 صدور قانون دستور الجزائر آفريل 1953 أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية مارس 1954 تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل 23 جوان 1954 اجتماع 22 عوض 1 نوفمبر 1954 إن دلعاء الثورة آفريل 1955 مؤتمر باندوغ 20 أوت 1955 هجمات الشمال القسنطيني 20 أوت 1956 إنعقد مؤتمر الصمام 29 سبتمبر 1958 تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 22 أكتوبر 1958 إعلان مشروع قسنطينة 25 جوان 1960 بدء المفاوضات الجزائرية الفرنسية في مولان 11 ديسمبر 1960 إن دلعاء مظاهرات في مناطق عدة من الوطن 18 مارس 1962 توقيع على اتفاقية إيفيان 19 مارس 1962 بدء في تنفيذ وقف إطلاق النار 5 جوليه 1962 الإعلان الرسمي للاستقلال للجزائر بارك الله فيكم في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصلي الله هم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر